بسم الله الرحمن الرحيم وسألت السلام على نبينا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال نقول لكم الجمعة مباركة للجامعة كما قلنا البارح ورجعت لكم البارح رح نعود كل يوم إن شاء الله بيحول الله رح ندر لكم الفيديو اللي تفيدكم والمعلومات الجديدة اللي تفيدكم هذه الفيديو إخواني إخواتي رح نتعرفوا على أول حاجة على صعوبة الفيزا إذا تعبتوا من طلبات الفيزا والوقت يعني لدراسة الملفات رح نقتل حاليكم سبع دول تمنحك تأشيرة شنغن بسهولة رح نتعرفوا عليها كامل بعد هذه المقدمة ثانيا رح نتعرفوا لجديد الرحالات البحرية من مارسيليا كينا 45 رحلة رح نتعرفوا عليها ونتعرفوا من الميناءات بفرنسا يعني ميناءات حتى الإقلاع كما نقولوا ابقوا معايا إلى آخر الفيديو بيش متراضيوش حتى معلومة ومتنساويوش بارك تديرونا جام ل الفيديو وبرتجوها مع أحبابكم بيش تعمل فائدة نبدو على بركة الله كما يعلم الجميع أن عملية الحصول على فيزا شنغن تستغرق أوقات كبيرة يعني شنغن إلى أوروبا أوقات طويلة وإجراءات مملة لذا دائما ما يبحث الأشخاص عن كيفية الحصول على فيزا شنغن بسهولة خاصة وأن دول منطقة شنغن تفرض إجراءات سارمة حتى تقبل طلبات استخراج الفيزا الخاصة بها والتي يجدها البعض معقدة وتستغرق فطرة طويلة ولكن هناك بعض الدول التي يمكن الحصول من خلالها على فيزا شنغن بشكل أسهل تختلف أنواع المستندات المطلوبة من أجل تقديم طلب الحصول على فيزا شنغن باختلاف الفئات العديدة من المقدمين ولكن هناك مستندات أساسية بالإضافة إلى نموذج طلب تأشير شنغن بعد تأبئته وتوقعه أولاً سفر ساري جواز سفر ساري المفعول سورة شخصية إثبات التأمين الطبي للسفر حجز طيران لمغادرة منطقة شنغن إثبات الكفافة المالية على سبيل المثال كشف حساب بنكي إثبات السكن على سبيل المثال حجز فندقي وخطاب تعريف من جهة العمل تحديد الغرض من السفر راتب مقدم الطلب المسمى الوظيفي مدة عقد الموظف باللغة الإنجليزية خطاب دعوة إن وجدة فيزا شنغن هذه أكثر الدول رفضاً لطلبات التأشيرة تتلقى الدول الأوروبية الفئات المئات من طلبات فيزا شنغن كل عام ويختلف عدد المقدمين من دول أخرى من دولة إلى أخرى وهو الأمر نفسه بالنسبة لعدد حالات القبول والرفض الخاصة بهذه الملفات حيث سجلت ألمانيا وإسبانيا وفرنسا على وجه الخصوص أكبر عدد من الطلبات وكشف تقرير عدده موقع شنغن فيزا انفو بون كوم أن ثلاث دول فقط أعضاء في منطقة شنغن مسؤولة عن رفض 66.5% من العدد الإجمالي لتأشيرات القصيرة الأجل المرفوضة في عام 2021 حيث تم رفض ما يصل إلى 252.522 طلب تأشيرة من قبل فرنسا وألمانيا وإسبانيا وفقا للتقرير نفسه فإن هذه البلدان سجلت أكبر عدد من طلبات التأشيرة خلال نفس العام كما تجدر الإشارة إلى أنه من حيث معدلات الرفض فهذه ليست البلدان الثلاثة التي تهيمن على الإحصائيات تبرز السويد والنرويج قبل كل شيء لكن فرنسا تصدرت بنسبة رفض تقدر بنحو 21.1% وبحسب التقرير فإن فرنسا تمتلك الحصة الأكبر من الطلبات المرفوضة بعد رفض منح التأشيرات لـ 128.672 متقدم أما الثاني دولة فهي دولة إسبانيا التي تلقت في عام 2021 عدد 469.483 طلب في المجموع الثالث نجد ألمانيا التي رفضت 53.987 طلب بعد تلقيها 346.224 طلب سبع دول أوروبية تحصل على تأشيرتها بسهولة فيزا شنجل هل تعلم عزيزي القارة أن بعض دول الاتحاد الأوروبي يمكنك أن تحصل على تأشيرتها بسهولة تم وبدون تعقيدات؟ تذكر وإذا كنت تخطط للسفر إلى أوروبا تحديدا أحد دول منطقة شنجل فلعلك ترغب في معرفة كيف تحصل على فيزا شنجل وبسهولة هذه قائمة تتضمن سبع دول يمكن أن تمنحك فيزا شنجل بسهولة وبسرعة مقارنة بباقي دول المنطقة الأخرى ونجد في المقدمة دولة ليتوانيا تعتبر ليتوانيا واحدة من دول منطقة شنجل وهي في الحقيقة أسهل دولة يمكنك من خلالها الحصول على فيزا شنجل بسهولة خاصة وأن نسبة طرف الطالبات للحصول تأشيرة من خلال دولة ليتوانيا لا تتجاوز 1.5% كما أن أكثر من 98% من مقدمين للفيزا عبر تلك الدولة حصلوا عليها ثانيا دولة فنلندا تتلقى دولة فنلندا الكثير من طالبات استخراج فيزا شنجل كل عام وعلى الرغم من ذلك فهي من الدول التي يسهل استخراج فيزا شنجل منها حيث أنها توفر فرصا كبيرة لقبول طالب تأشيرة شنجل للمسافرين خاصة وأن نسبة طرف الطالبات التأشير المقدمة إليها لا تتجاوز 1.7% في المرتبة الثالثة تأتي دولة استونيا في إطار حديثنا حولك في تحصل الفيزا شنجل بسهولة تأتي دولة استونيا ضمن الدول التي يمكن أن تحصل من خلالها على فيزا شنجل بسهولة وبسرعة كما أنها تمتاز بأن سفارتها تكون أقل ازدحام دوما وهذا لأن معدل طالبات من خلالها يكون صغيرا للغاية وبالتالي لنتحتاج لوقت وإجراء معقدا للحصول على تأشيرتك ثالث رابعا دولة لاتافيا إن كنت ترغب في معرفة كيف تحصل على فيزا شنجل بسهولة فإن دولة لاتافيا قد تكون خيارة كالأمثل للحصول على فيزا حيث أنه أكثر من 97% من طالبات التأشير المقدمة الحصول إليها يتم قبولها كما أن معدل الرفض لا يتجاوز 2.1% الروح للمرتبة الموالية دولة إسلندا كذلك دولة إسلندا يعني تحصل على فيزا شنجل بسهولة من خلال هذه الدولة في منطقة شنجل التي يمكنك من خلالها الحصول على فيزا ولكن أكثر ما يمكن أن يعيقك هو ازدحام الشديد لسفارات وقنصليات إسلندا مما يجعلك ستحتاج الانتظار القليل من الوقت للحصول على موعد للتقديم طالبك والحصول على الفيزا عملية الرفض لا تتجاوز 1.7% الدولة الموالية وهي لكسنبورغ إن لكسنبورغ هي واحدة من الدول غير السحيلية التي ستساعدك في الحصول على فيزا شنجل بسهولة حيث أنه تقبل أكثر من 96% من طالبات التقديم على الفيزا من خلال هذه الدولة كما أنها تمنحك فرصة ذهبية لزيارة الدول المحيطة بها مثل ألمانيا وبلجيكا وكذلك فرنسا حيث أن نسبة رفض طالباتها لا تتجاوز 4% الدولة الموالية وهي دولة السلوباكيا كذلك طالب الفيزا من خلال هذه الدولة هو أسهل وأبسط خاصة أنها تستقبل عدد صغير من الطالبات وبالتالي فهي أقل أزدحان وفق الإحصائيات لسنة 2018 فإن معدل قبول طالبات فيزا شنجل من خلال هذه الدولة تجاوز 95% كما أنه أقل من 5% من الطالبات التي يتم رفضها كل عام هذه هي سبع دول ليمكنك الحصول من خلالها على فيزا بطريقة أسهل الروح للمعلومة الموالية وهي الرحلات جديد الرحلات البحرية من مرسيليا في ظل الطالب المتزيد عن الرحلات البحرية من فرنسا بشكل خاص يكون بإمكان الجالية الجزائرية في هذا البلد الاستفادة من مخطط مضاعفة الرحلات التي كشفت عنه الشركة الوطنية للنقل البحري وكذلك شركة كورسي كالينيا وهو ما تجسد من خلال البرنامج الصيفي إلى جانب الإعلان عن عدد العروض الترويجية لتبكين الجزائريين من السفر بأريحية أكبر في هذا الصيف وهو ما يمكن اكتشافه من خلال افتتاح خط جديد ومضاعفة الرحلات البحرية على هذا الخط ستقوم شركة النقل البحري المسافري كورسي كالينيا بتوفير المزيد من الرحلات البحرية من مارسيليا إلى بيجايا هذا الصيف من أجل تلبية الطلب المرتفع المسجل خلال موسم الصيف حيث تسعى الشركة لتأمين برامج يختم كل الطلبات إلى مختلف الموانئ الجزائرية ويتعلق الأمر بكل من ميناء الجزائر العاصمة سكيدا وبيجايا وتنظم الشركة حاليا رحلتين أسبوعيا بين مارسيليا وميناء الجزائر العاصمة حسب الجدول المنشور على موقعها الرسمي كما شرعت فعليا في توفير رحلة واحدة لكل أسبوعين منذ 24 أفريل الماضي بين ميناء مارسيليا وميناء سكيدا واعتبارا من 17 جوان المقبل من المقرر أن توفر الشركة الفرنسية لعملائها رحلة واحدة في الأسبوع على نفس الخط الرابط بين ميناء مارسيليا وميناء سكيدا الرحلة البحرية من مارسيليا استئناف الرحلة اعتبارا من هذا التاريخ من جهة أخرى وكما كان مقررا استأنفت الشركة الفرنسية رحلتها من ميناء مارسيليا إلى ميناء بيجايا حيث أنها أعلنت في منشور على صفحتها الرسمية بالفيسبوك أنها ستضاعف عدد رحلات عبورها إلى بيجايا من مارسيليا خلال الصيف وستقوم ببرمجة ضعف عدد الرحلات بين ميناء مارسيليا وميناء بيجايا وعليه بداية من 21 جوان المقبل ستوفر شركة النقل للبحرية رحلتين أسبوعيتين أسبوعيتين بين مارسيليا وميناء بيجايا وفقا لبرنامج العبور لهذا الصيف المنشور على موقعها على الانترنت كما ستقوم بتشغيل معابرها بين مارسيليا وميناء بيجايا على متن السفينة باقليا أغبا فيما ستقوم باستغلال السفينة جون نيكولا اعتبارا من 21 جوان المقبل رحلات البحرية من فرنسا خط جديد يفتخل الخدمة كانت السفينة باقليا أغبا تابعة للشركة الفرنسية للنقل المسافرين قد رصت يوم الثلاثة اثنين مائل جاري في ميناء بيجايا قادمة من مارسيليا على متنها 272 راكب و179 سيارات تكون أول رحلة تفتتح البرنامج الرحلات المسطر بين ميناء البلدين لفصل الصيف وقد كشفت مديرية النقل للولايات بجاية عبر إذاعة الصمام المحلي أن الولاية ستستفيد هذا الصيف أيضا من خدمات خط آخر انطلاقا من ميناء ساتة بالقرب من مومبوليي والذي سيضاف إلى ميناء مارسيليا التي استحوذت عليها شركة فرنسية فعليا من خلال برامجها الصيفي وترح تذاكرها للبيع في الوقت الذي تبقى فيه الشركة الوطنية النقل البحري خارج الخدمة في الوقت الحالي على الرقم من بداية العدد التنازلي لفصل الصيف الذي يشهد إقبال كبير من قبل المسافرين خاصة منهم الجارية الجزائرية في فرنسا وعلى يمكن المسافرين في هذه الولاية للحصول على خدمات إذافية على الخط الجديد الذي يربط بين ميناء ساتة وميناء بيجاية وبالتالي توسيع قاعدتها بين المسافرين الجزائريين بشكل خاص يعني رحلة البحريين فرنسا 45 رحلة من مدينة مارسيليا وستة كما كشفت تات المصدر أمس الخامس أن البرنامج الكامل لرحلة المخطط لهذا الصيف من وإلى ميناء بيجاية حيث من مقرر أن تضمن كل من الشركة الوطنية أرجي غيفيغي وكورسيكا لينيا 45 رحلة بحرية حتى 18 سبتمبر المقبل وفقا لهذا البرنامج الذي نشرته مديرة النقل بالولاية ومن المقرر أن يصل إجمال 45 خدمة خلال موسم الصيف الحالي إلى بيجاية طلاق ميناء مارسيليا وستة حيث تم تجديد 35 رحلة من مارسيليا و10 رحلات من ميناء السات الفرنسية ووفقا بهذا البرنامج الذي نشرته المديرة ستوفر شركة كورسيكا لينيا رحلة البحرية من فرنسا إلى بيجاية انطلاقا من مارسيليا وكذلك ميناء السات على أن تقوم ببرمجة 18 في 18 جوان المقبل من ميناء السات إلى ميناء بيجاية على الرغم أن الموقع الإلكترونية لشركة الشحن الفرنسية لا يضم تفاصيل حول هذه الرحلة على الخط ستو بيجاية وفي برنامجها لموسم الصيف من جهتها ستوفر شركة النقل البحر الوطنية الجرفيغي عدد من الرحلات بين مرسيليا وبيجاية وستكون الرحلة الأولى في 12 جوان المقبل وفقا للبرنامج الذي نشرته مديرية النقل بالولاية إلى هنا إخواني أخوات الفيديو جدويل شوية مماريش باشتفهوني مريح نترككم في رعاية الله وحفظه وانتظرونا في موعد آخر بحول الله نقولكم قوة لخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته